هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار للسلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمي وقد تمكنت الوزارة في هذا الإطار من ضبط 130 قضية تمونية بمضبطات أكثر من 171 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة وتشمل المضبوضات أكثر من 138 طن سلع غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى ضبط قرابة 19 طن في مجال البيع بأزيادة من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما علنت الوزارة ضبط 226 قضية من بينها 106 قضايا خبز ناقص الوزن و64 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وذلك في مجال قضايا المخابز